برزت خلال الآوينة الأخيرة في الشمال السوري أسماء كثيرة لجامعات عامة وخاصة تعنى بشؤون التعليم الجامعي تلبية لحاجات الطلاب المنقطعين عن التعليم خلال السنوات الأخيرة غير أن أبرز ما تفتقده هذه الجامعات هي المعايير العلمية وشروط الاعتمادية والبنية التحتية والمخابر لكنها الخيار الوحيد لطلاب الشمال أنا كنت منقطع عن التعليم بسبب الظروف الماضيت والمرت علينا والما زالت مستمرة بسبب أن أعتقلت بفترة 2013 فتابعت مسيرة التعليمي وسجلت في جامعة إدليب في 2016 كل التربي معلم صف ونحن بالنهاية دراستنا هي مشان تفيدنا بحياتنا علم إلنا بالأخير هذا العلم اللي عم نستفيده والحمد لله الشهادات معترف علينا هنا بالنسبة للمؤسسات الحكومية جامعة إدليب أكبر هذه الجامعات التي أعيد تفعيلها عقب خروج قوات النظام من المدينة والتي ضمت خلال السنوات الماضية ما يزيد عن 13 ألف طالب في أكثر من 15 كلية أبرزها الطب وطب الأسنان والصيدلة والآداب والتي تعتمد مناهج علمية وكوادر متميزة من حيث الخبرة والكفاءة بحسب القائمين عليها متميز هذه الجامعة باستقلالية الكليات كل كل لها بناء مستقل وكل كل لها عميد وفيها كادر إدارة وتعليم مستقل أيضا ما ميز هذه الجامعة ما حصلت عليه كليت الطب من تصنيف دولي هذا التصنيف حصلت عليه الجامعة نتيجة جهود الجبارة التي يقوم بها كادر كليت الطب مجلس التعليم العالي يعمل على تنظيم عمل هذه الجامعات وفق معايير علمية للحد من ظاهرة انتشار الجامعات الخاصة التي لا تتمتع بمعايير تتناسب مع مثيلتها في دول العالم حيث أصدر المجلس قرارا بضرورة ترخيص الجامعات الخاصة بما يتوافق مع معايير مجلس التعليم العالي وفقا للقانون رقم واحد طبعا نحن نحاول أن يكون في عنا تطبيق معايير التعليم موجودة التعليم بالنسبة للجامعات ككل سواء عامة أو خاصة من حيث توفير الكوادر ضبط المناهج والخطط الدرسية بما يتوافق مع كل اختصاص من اختصاصات الموجودة في كل جامعة أو بكل قسم ضمن الكلي الواحد رغم الكثير من الصعوبات التي تعترض طلاب الجامعات في شمال سوريا فإن أعدادا كبيرة منهم يتوافدون إليها لأنها الملاذ الوحيد لإكمال تعليمهم الجامعي في ظل المتغيرات الكثيرة التي يشهدها الشمال السوري يبقى الهاجس الأكبر لطلاب التعليم الجامعي الاعتراف بشهاداتهم مقابل جهود يبذلها التعليم العالي لتحقيق ذلك أحمد عاصر تلفزيون سوريا مدينة إدلب